موسيقى تحياتي إلى حضراتكم مشاهدي الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم في هذا اللقاء الجديد على الهواء مباشرة من برنامج ملف اليوم بات من الواضح تماما أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول استغلال الإرهاب الدولي الذي وقع في باريس وقبل ذلك في بيروت لتصعيد جرائمها وإرهابها المنظم بحق أبناء شعبنا من خلال سياسة العقاب الجماعي وهدم البيوت والإعدامات التي تتصاعد يوما بعد آخر الإعلام الإسرائيلي يعمل بشكل لافت هذه الأيام على تشبيه ما جرى هناك في باريس وفي بيروت بنضالات شعبنا على الأرض هذه النضالات التي تأتي دفاعا عن النفس ودفاعا عن المشروع السياسي الفلسطيني في هذا اللقاء سنتحدث عن محاولات إسرائيل تشبيه الإرهاب الدولي بنضالات شعبنا وكيف يمكن التصدي لهذا الفعل الإسرائيلي وسنتحدث عن تقييم الهبة الشعبية الجماهيرية بعد اندلاعها منذ أكثر من شهر ونصف يسعدنا أن نستضيف هنا في رسول سيد أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح مساء الخير أهلا وسهلا مساء الخير ومن غزة سيد أكرم مع طلاء الكاتب والمحلل السياسي مساء الخير مساء النور لك ولضيفك الكريم والأستاذ المشاهدين أهلا ومرحبا بك أستاذ أكرم أبدأ معك هنا في السعود المتحدث باسم حركة فتح سيد أحمد عساف ألا ترى أن التصعيد الإسرائيلي اللا في التحديد أن هذا اليوم هدم البيوت في الخليل والإعدامات واقتحام مخيم قلندية يأتي بسبب انشغال العالم بأحداث فرنسا وبيروت بمعنى أن إسرائيل استغلت تلك الأحداث وهذا الإرهاب الذي المدان فلسطينيا وعربيا ودوليا لتصاعد جرائمها على الأرض الفلسطينية في البداية يا أخي عيد اسمح لي أن أتقدم بأحر التعازي إلى أبناء شعبنا وتحديدا أهلنا في مخيم قلندية البطل وعائلات الشهداء أحمد أبو العيش وليث مناصرة شهداء حركة فتح شهداء الشعب الفلسطيني الذين ارتقوا فجر هذا اليوم أثناء دفاعهم عن الوطن دفاعهم عن المقدسات دفاعهم عن القضية وعن الشعب الفلسطيني إسرائيل كعادتها دائما تسعى إلى استغلال أي حدث يجري في العالم من أجل أولا أن تستفرد بالشعب الفلسطيني ثانيا أن تضع نفسها في مقارنة بأنها هي من يتعرض للإرهاب وهي من يحارب الإرهاب وبالتالي تعمل على هذين الصعيدين من أجل ذلك استغلت ما جرى في فرنسا لمحاولة الإدعاء بأن ما يجري على الأرض الفلسطينية هو إرهاب كما يتعرض له الشعب الفرنسي وهذا للحقيقة لم يعد ينطلع على أحد كانت هذه الدعايات في السابق تجد لها صدى في المجتمع الدولي وكانت تجد لها تأييد بس اليوم العالم الذي صار فاهم القضية الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى صار عارف أن شعبنا بناضل من أجل الحرية والاستقلال وبأن الإرهاب الحقيقي هو الإرهاب الإسرائيلي من قبل هذه الحكومة الذي يمارس ضد هذا الشعب الفلسطيني من أجل ذلك أخي عيد إسرائيل سعت إلى استغلال ما جرى في فرنسا لمحاولة التسويق أو الترويج لهذه البضاعة الفاسدة ولكن السؤال هل وجدت مشترن لهذه البضاعة؟ الجواب لا لم تجد لها أي صدى لمقولاتها بأن ما جرى في فرنسا هو نفسه الذي يجري بين قوسين في إسرائيل ولكن استغلت هذا من أجل أن تكون طليقة اليد فيما يجري بالأحداث الميدانية من أجل ذلك ولكن سيد أحمد عسف حتى هذه اللحظة يعني ما تفضلت به دقيق ومهم لأبعد الحدود ولكن هذا العالم حتى هذه اللحظة ليس مقتنعا أن منبع الإرهاب العالمي يبدأ من هنا منبع الإرهاب وتعزيز الإرهاب العالمي من فلسطين إذا أعيدت الحقوق لأصحابها والشعب الفلسطيني عاش في دولة مستقلة بالتأكيد أن هذا مستنقع الإرهاب العالمي سوف يجيب اتباعا العالم ليس مقتنع بهذه المعادلة هذا كلام صحيح وهنا يأتي الدور فلسطينية نعم صحيح هذه مسؤولية للجميع ولكن خلينا أرجع أجزء الموضوع الذي تحدث فيه أخي عيد وهو موضوع مهم نحن كنا في السابق متهمين بأننا إرهابيين وكان فيه بالسابق تبني للرواية الإسرائيلية من قبل المجتمع الدولي نعم الآن نحن نجحنا بأنه نعزل هذه الرواية وأنه لا نحن صحاب حق ونحن شعب تواقل الحرية ونحن شعب مناضل وشعب بده سلام والعالم يتعامل معنا بهذه الطريقة أخي عيد مهم جدا نفهم اللي صار خلال الأربع سنوات الماضية وهي استكمالا لمسيرة الثورة الفلسطينية لعمرها أكثر من خمسين سنة التي بدأها الشهيد ياسر عرفات ورفاقه العظام من الشهداء أبو إياد وأبو جهاد وأبو الوليد وكل هؤلاء العظام واستكملها اليوم ويستكملها الرئيس محمود عباس ما جرى أخي عيد صار في تحول 180 درجة نحن كنا في خاني في جهة ما في العالم متهمين أننا جزء من محور الشر نحن وكوريا الشمالية وإيران كانت هذه صورة الفلسطينية ونجحت إسرائيل لسنوات طويلة في تكريس هذه الصورة عن الفلسطيني في العالم اليوم الأمور تغيرت تماما نحن في الجهة اللي مع الشرعية الدولية اللي إحنا رحنا على محكمة الجنات الدولية أخي عيد من أجل أنه حاكم إسرائيل وهذا التوجه الفلسطيني يلقى قبولا دوليا وبالتالي تغيرت المواقع أصبحت إسرائيل المتهمة إسرائيل المتهمة بالإرهاب والتي ستحاكم على هذا الإرهاب وتسعى إلى الإفلات منه بشتى الطرق ونحن من يطارد إسرائيل وبالتالي صار فيه تحول ولكن هذا التحول لغاية الآن ما ارتقى إلى مستوى الفعل بمعنى أنه إسرائيل منبع الإرهاب وإذا بدقوا سلام واستقرار في العالم جففوا هذا المنبع ما وصلنا لهذه المرحلة بمعنى أنه إحنا حيّدنا العالم من أنه كان بتبني رواية إسرائيلية وانتقلنا إلى مربع الفعل بحاجة إلى جهد بحاجة إلى عمل دؤوب ومتواصل وبحاجة أن يصطف هذا العلم معنا وهذه ربما الخطوات القادمة سنتحدث بالتأكيد عن الموقف العربي والإسلامي بعد قليلة تحول إلى أستاذ أكرم عطلة من غزة أستاذ أكرم عطلة يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمينة تنيهو استغلال الأحداث العالمية الإرهابية التي وقعت في باريس وقبل ذلك في لبنان وتشبيهها بنضالات شعبنا على أرضه المحتلة كيف يمكن التصدي لتلك المحاولات كما تحدث الأخ أحمد عساف أن هذه الأمور لن تنطلي على العالم وأن نتنيهو لن يجد أذانا صاغية ولكن لا يوجد جبهة مضادة تفند إدعاءات نتنيهو كيف يمكن العمل فلسطينيا في إطار جبهة مضادة لإدعاءات نتنيهو ومحاولاته تلك يعني صحيح من سمع المؤتمر الصحفي لنتنيهو أول أمس يعني إسرائيل تريد أن تضع نفسها ضحية لبن قسين الإرهاب الإسلامي وأن نتنيهو يعني بعتقد أنه أنا أرى أحيانا نتنيهو يعتقد نفسه أنه أستاذ في صف من الأغبياء يريد تعليم العالم ما يجب أن يكون يريد أن يرى العالم كل شيء بعيون إسرائيلية ليس هناك قلة كبير من ما يقوله نتنيهو أنا محاولته بأعتقد فشلات العالم أصبح يرى كل شيء اليوم في عصر الفضاء المفتوح وفي عصر كل شيء وحتى في إسرائيل كان هناك رد على نتنيهو يعني جميل ما كتبه ودي سيقل مراسل القناة الثانية لما قال العالم بميز فرق بين الإرهاب الإسلامي بين قسين طبعا في أوروبا الذي ذهب ليغير نمط حياة الناس هناك ويحكمهم وفي فرق واحد بدي يحكم نفسه في فرق واحد بدي يحكم الآخرين وواحد بدي يحكم نفسه أيضا قدعون ليفي كتب شيء جميل بهذا الموضوع لا في إسرائيل حتى يسخرون من لغة نتنيهو هذا لا تشكل قلق بالنسبة يعني للفلسطينيين بالتأكيد مش كثير أنا ضد المبالغة بأنه هذا ممكن يعني أستاذ أكرم لا يشكل قلق بالنسبة للفلسطينيين ولكن ألا ترى أن انشغال العالم والماكنة الإعلامية شارت ثمن وزعران التلال فتيان التلال هؤلاء القضاء الإسرائيلي كان على وشك أن يخرجهم القانون ويعتبرهم منظمات إرهابية فما بالك المؤسس الأمنية الإسرائيلية أيضا تحدثت أنه سبب كل هذا العنف الدائر في الضفة الغربي هم جزء كبير منه إسرائيلي لكن نتنيهو نذهب لنتنيهو هو أنه برى أنه بغرد حتى خارج المؤسسة الإسرائيلية بالأول الأخيرة سواء بالإعلام الإسرائيلي أو حتى تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ويتجاهل الاستيطان ويتجاهل احتلال القدس ويتجاهل احتلال مناطق ال67 والتحكم بكل شيء في الفلسطيني كل هذا ليس سببا للتحريض بالنسبة لنتنيهو المحرض الوحيد أبو مازن وحركة حماس يعني الشعب الفلسطيني كأنه بده يتعايش مع الاحتلال وما في مشكلة ويعني قبل هذا التعايش الشعب تحت الاحتلال وراضي بس بيجي الرئيس الفلسطيني بيخربها العلاقات بين الشعب الفلسطيني وبين نتنيهو لا هذه قضايا ساذجة عندما يقول أنه يتعرض إسرائيل لما يتعرض له العالم الحر لا في مشكلة حتى بهذا الموضوع العمليات التي نفذها داعش ضد فرنسا وقبلها بـ 48 ساعة ضد حزب الله هل يضع حزب الله يعني في خانة العالم الحر نتنيهو لا فيه إشي يعني الدعاية الإسرائيلية مش مخلقة كثيرا بالنسبة للفلسطين طبعا هذا لا يعني أنه يصاب جهاز الإعلام الفلسطيني بحالة من الخمول أنه خلاص نركن أنه العالم شايف كل شيء لا بالتأكيد هذا بحاجة العمل لكن أنا بظن لكن أستاذ أكرم إن كنت تسمعني المشهد بالنسبة للعالم المشهد الفلسطيني ككل كيف يجب أن يبدو أمام العالم الحقيقة أنه بالأمس كنا نتحدث وإحنا في ذكرى الاستخلال إسرائيل دولة بدت تنكشف وبدت مقاطعات وبدت رأي العالم فيها ويحكمها المتدينون وخلال سنوات قادمة يعني سيكون شأن أكبر للدين اليهودي الذي لا يجد قواس مشتركة دين القيتو دولة القيتو لا تجد قواس مشتركة بينها من هو وزير خارجية إسرائيل وكم دولة زار في عام 2015 ولو عام 2014 عندما كان لبرمان وزير الخارجي لا في عزل إسرائيلية يعني فيه تطور بالسياق الدولي لم يصل إلى المستوى الذي يريد الفلسطيني بس خلينا نشوف الصورة الفلسطينية أمام العالم العالم يعني أعطى الفلسطينيين فرصة لإقامة سلطة يحكمون ذاتهم اقتتلوا على هذه السلطة وأطلقوا النار على بعض ومنذ عشر سنوات لم يجروا انتخابات هذا هو يعني لننتقل إلى إطار الصورة التي يقدمها الفلسطيني عن نفسه أمام العالم يعني مأسسة المؤسسة الفلسطينية بما يمكن من تقديم الصورة الحقيقية أما إسرائيل أنا أظن أنه ليس علينا النقل كثيرا من الدعاية الإسرائيلية دعاية مكشوفة أمين شو ما أقول أنه والله المفتئ أمين الحسين طب أستاذ أكرم عطلة ذكرت أن الدعاية الإسرائيلية لا تشكل قلق بالنسبة للفلسطينيين يبدو أن الأستاذ أكرم عطلة لا يسمعون أتمنى من الزملاء الأعزاء إصلاح هذا الخلل أعود إليك سيد أحمد عساف هل انشغال العالم بما جرى في باريس وما جرى في بيروت وهو فعليا انشغل كثيرا في باريس أكثر من بيروت بشكل مضاعف جدا إن كنت تلاحظ معي سيد أحمد عساف هل انشغال العالم سيؤثر على إمكانية استثمار الهبة الشعبية السياسية لن نسلم بهذا بمعنى هذا ما تريد إسرائيل وهذا هو الواقع بشكل أو بآخر والدليل على ذلك أخي عيد إحنا كنا موعودين من الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك مقترحات أو أفكار جديدة لها علاقة بتحريك الجمود الحاصل أو بالخروج من ما يسمى بالمأزق الحاصل الآن بعد لقاء نتنياهو أوباما اللي جرى قبل أسبوع من الآن في تسعة الجاري ولكن بسبب ما جرى من أحداث إرهابية في لبنان وفي فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية لغاية هذه اللحظة لم تقدم لنا شيء تحت مبرر بأن ما يجري من أحداث عالمية فرض نفسه على الأجندة الدولية وتحديدا على تحرك الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هذا ما يريده العالم أحيانا يعني بدهم حجي ليقولوا أننا حاولنا أو الظروف اللي صارت الآن فرضت نفسها علينا ولكن وربما هذا ما يريده نتنياهو لغاية قررت من قبل العالم على جراءهم على الأرض و أنا في بداية حديثي قلت أنه سيسعى لاستغلاله بطريقتين الطريقة الأولى الاستفراد بالشعب الفلسطيني أنه العالم ملتهي بأشياء أخرى الطريقة الثانية محاولة الحديث وكأنه هو الضحية ويتعرض لذات الإرهاب الذي ضرب في فرنسا وبالمناسبة يعني محاولة الظهور بمظهر الضحية أريد أن أشير لما تحدث به أخي أكرم أنه حتى مارتن إنديك وهو الصهيوني اليهودي الذي كان مقرب جدا لدوائر صنع القرار في إسرائيل كان مبعوث الأمريكي وكان مبعوث أمريكي قال مؤخرا قبل أقل من أسبوع أن إسرائيل تريد أن تقنع نفسها بأنها الضحية وأن تستمر بالحديث عن ذلك وأن تتعامل على هذا الأساس وهذا ما يمشي العالم كما ذكر الأخ أكرم يعني ليس كالنعامة والعالم لا يرى بعيون إسرائيلية كان فيه بالسابق قد يكون وسيلة إعلام واحدة أو أكثر بقليل تسيطر على الرأي العام العالمي اليوم أخي عايد يعني منذ بداية الأحداث ركزنا في كل وسائل الإعلام وطلبنا من كل أبناء شعبنا الفلسطيني أن يوثقوا كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي ما يصور في أي قريناء من قرى الخليل أو جنين قد يصل إلى أبعد مكان في العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الإمكانيات المتاحة الآن لإيصال صورة الشعب الفلسطيني وللحقيقة هذه الوسائل ساهمت بشكل كبير بفضح الرواية الإسرائيلية ونشر الحقائق عن ما يجري بالأرض ولكن فضح الرواية الإسرائيلية ونشر الحقائق أيضا لا يكفي تحدث الأستاذ أكرم عطلة أن دعاية الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي وأمام الرأي العام الأوروبي والدولي لا تشكل قلقا بالنسبة للفلسطينيين ولكنه تحدث في ذات الوقت أن العالم بحاجة لخطاب فلسطيني معقول ويدخل العقول من خلال مأسسة العمل الفلسطيني ومن خلال إجراء انتخابات وهو يقصد بالتأكيد الانقسام الفلسطيني الذي هو الآن بين الضفة وبين قطاع غزة الانقسام في النظام السياسي جزء يتعامل مع غزة على أنها دولة مستقلة كيف يمكن العمل في هذا الإطار لتقديم صورة فلسطينية مشرقة لهذا العالم حتى يتحول إلى جهة الاستفاف معنا ضد إسرائيل وضد الاحتلال الإسرائيلي يعني إذا ما قسمنا الرواية الفلسطينية إلى الآتي الرواية التي تصدر عن الرئيس أبو مازن رواية مسموعة ومقبولة ومؤيدة من قبل المجتمع الدولي بمعنى أنه أحدثنا اختراق غير مسبوق وفيه صار مصداقية وطعاطي مع هذه الرواية وهذه اللغة التي تحدث بها الرئيس أبو مازن لسنوات طويلة للحقيقة أصبح لها مكانا وحيزا في صنع القرار لدى المجتمع الدولي وبالتالي أصبحت مقبولة وبحاجة إلى تفعيل للمؤسسات الرسمية الفلسطينية الأخرى للحقيقة يعني بحاجة إلى مزيد من التواصل مع المجتمع الدولي بالمقابل للأسف في بعض الأطراف الفلسطينية التي تقدم هدايا مجانية لإسرائيل من خلال روايتها ومن خلال حديثها بمعنى أن بعض الجهات الفلسطينية التي تتحدث بطريقة شعبوية خلينا أسميها من أجل محاولة استقطاب أو الحصول على تأييد الشعب الفلسطيني اللي مشاعره دائما ضد الاحتلال ومشاعره ضد الإرهاب الإسرائيلي ومتناسية بعمد أو بدون عمد لموقف المجتمع الدولي وبالتالي أنا بطلب من الجميع أن يكون خطابه عقلاني واضح واليوم ما في رسالة أخي عيد تذهب إلى جهة واحدة وتستثنين الجهات الأخرى يعني لما بدأت لعنا أحكي على تلفزيون فلسطيني الآن ما بقدر أقول أنه هذا خطابي فقط موجه للشعب الفلسطيني هذه فضائية بيشوفها كل العالم العربي مرصودة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبالتأكيد براقبه كل شيء وإسرائيل بتوصل أي كلمة للعالم أجمع وبالتالي رسالة اليوم عندما تخرج على أي إذاعة محلية صغيرة أو على أي موقع إلكتروني مهما كان حجمه تصل لكل العالم وبالتالي على هؤلاء اللي أنا بقصدهم بشكل محدد أنهم يراعوا أنه اليوم إحنا في معركة مش بس ميدانية على الأرض ولا سياسية في الأمم المتحدة أيضا معركة رأي عام وهذا الرأي العام بحاجة أن نتعامل معه بوعي بمسؤولية وطنية وليس بطريقة غوغائية شعبوية تحقق بعض النقاط لصالحي على حساب الخصم الحزبي إحنا مش معركة انتخابات بلدية إحنا معركة وطنية إلها علاقة بمصير القضية الفلسطينية وبالتالي على الجميع أن يراعي هذه الحسابات طيب أعود إلى السيد والأستاذ أكرم عطالله من قطاع غزة أتمنى الآن أن يكون يعني طيب تم إصلاح هذا الخلل أستاذ أكرم عطالله تحدثت أن الدعاية الإسرائيلية أمام العالم والماكنة الإعلامية الإسرائيلية التي تحاول التشبيه نضالات شعبنا بالأحداث الإرهابية التي وقعت في باريس لا تشكل قلقا بالنسبة للفلسطينيين ولكن ألا ترى معي أن انشغال العالم بهاتين الحادثتين الإرهابيتين في باريس وفي بيروت سيفتح الباب والمجال أكثر لنتنياهو للإمعان في سياسة العقاب الجماعي بحق أبناء شعبنا هل نتنياهو معني بالتصعيد تحديدا في هذه الفترة التي ينشغل فيها العالم لمعالجة الأحداث الإرهابية شوف القلق الأكبر بالنسبة للفلسطينيين كان هناك إنجاز كبير جدا قبل مذابح فرنسا وهو وسم بضائع المستوطنات وهذا كان مقدمة كانت تدرك إسرائيل أنه لن يكون الأخير في إطار إجراءات تنامي الوعي العالمي وبدأ اتخاذ خطوات عملية لمعاقبة إسرائيل بعد مقاطعة الفنانين والمقاطعة الأكاديمية ومقاطعة المستوطنات هذا كرة تتحرج إسرائيل قالت أن الأمر مستهدفي في إسرائيل كلها في اليوم الثاني أن تحدث عمليات من هذا النوع مع بروز دور واضح للأمن الإسرائيلي والآن الأمن بضاعة أهم بكثير ربما من البضاعة الاقتصادية خاصة في ظل التطورات الدولية والتهديد على المستوى الأمني على مستوى العالم تبادل المعلومات إسرائيل في اليوم الثاني كأن هنا كانت الأزمة الكبيرة بالنسبة للفلسطين الحقيقة مش فقط الدعاية الإسرائيلية الدعاية الإسرائيلية لم يعد أحد يتعاطى معها بجدية شو هو الحجمين الحسيني هو اللي حرض هتلر هذا المستوى الدعاية الإسرائيلية صار مستوى سنة أولى إعلام بجامعة ما بليق حتى بدول هذا اليمين بعيدا عن لغة السياسة صار يتحدث لكن اليوم الثاني عندما يظهر أن الإسرائيل دور في اكتشاف أن الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء كان هناك الأمن الإسرائيلي يتابع والتقط بعض المكالمات الهاتفية إسرائيل حذرت فرنسا من أن هناك عمليات في الطريق تصبح إسرائيل في هذه اللحظة هنا القلق مش الإعلام الأمن هو القلق تصبح إسرائيل في هذه اللحظة لأن الأمن غريزة هنا نتحدث عن شيء أهم ربما من القضايا الثانية من القضايا السياسية والحقوق الإنسان وغيره عندما تصبح دول العالم مهددة بهذا الشكل ولدى الأمن الإسرائيلي ما يمكن أن يساهم بالعالم وكأن هذه العمليات قالت أو إسرائيل قالت أنه تكون تتعاطوا مع مستوطنات وتنسب البضاعة ستأتون زاحفون على بطونكم لتشتروا منا معلومات أمنية وحينها يمكن أن تكون مقايضة على حساب الحقوق الفلسطينية هذا هو ما يجب أن يكون مصدر القلق الفلسطيني الحقيقي إسرائيل كدولة أمنية قوية تراقب تتابع تعرف كل شيء وربما اخترقت أيضا هذه المنظمات التي تقوم بالعمليات هنا لماذا؟ هو مشكلة كبيرة منذ فترة أن الأولوية الفلسطينية فلسطين المنفف الفلسطيني وكانه سحب من عن الطاولة وأدخل إلى الدرج وإذا بندكر قبل شهرين كان الوضع الفلسطيني وحبط تماما وكان السؤال ما العمل؟ ما العمل؟ لأن إسرائيل الحقيقة أغلقت أمامنا نافذتين كنا نعتقد أن هاتين النافذتين هم النوافذ التي ستذهبان بنا نحو الاستقلال نافذت المفاوضات طرت جون كيري وأغلق المفاوضات وخربها نتنياهو ونافذت المقاومة في عدوان 2014 لما رحنا نتفاوض بالقاهرة من سحب الإسرائيلي وحتى اليوم ننتظر الإسرائيل وصارت كل الحالة الفلسطينية تنتظر مفاوضات مع إسرائيل بصراحة هذا كان وضع كئيب جدا ولم يعد أحد يهتم بالملف الفلسطيني للدرجة التي شفنا الرئيس قبل شهرين كان محبطا يعني يتحدث عن تقديم استقالته ثم أتت هذه الانتفاضة شكلت رافعة حقيقية للخطاب السياسي الفلسطيني بدءا من الرئيس أبو مازن وانتهاء حتى أحدثت نشوة لدى المحلل أستاذ أكرم تريد القول أن الهبة الشعبية الجماهيرية أعادت القضية الفلسطينية إلى الصدارة وإلى الاهتمام الدولي الآن بعد أحداث باريس وأحداث بيروت ربما تتراجع القضية الفلسطينية ولكن في ذات الوقت ألا يمكن استثمار ما جرى في باريس فلسطينيا حتى نقنع العالم بالتعاون مع الدول الصديقة والدول الشقيقة أن الإرهاب الاحتلال على الأرض الفلسطينية هو المغذي الأساس للإرهاب العالمي والدولي هذا هو المهمة الأولى والحقيقة أن فلسطين بدأت تكون حاضرة في العالم الخطاب الفلسطيني بدأ يكون عقلانيا منذ سنوات وبدأ يقنع العالم شو مطوب من أكثر أن الفلسطيني جاهزا للذهاب للتسوية وجاهزا لحل الدولتين وجاهزا للذهاب إلى حيث أراد العالم وإسرائيل بدأت مكشوفة أمام العالم والسياسة الفلسطينية ربما نجحت بالسنوات الأخيرة بكشف إسرائيل أكثر وهذا اللي كان مزعج بالنسبة لإسرائيل أنه النظام السياسي الفلسطيني الحاصل مرة بتشبه بحركة حماس ومرة أخطر من الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات ومرة الرئيس محمود عباس هكذا السياسة الإسرائيلية بدأت منزعجة لأنه الخطاب السياسي الفلسطيني بدأ يفتح آفاقا جديدة على مستوى العالم نعم هذا مهم ولكن علينا أن نرى أيضا أنه ظهيرنا العربي بكل صراحة وبكل أسف ظهيرنا العربي مشغول بقضايا لم تعد القضية الفلسطينية أولوية بالنسبة له يعني دول عربية بدأت حرر دمشق من رئيس السوري بشار الأسد ودول بدأت حرر اليمن ودول كل هذا المواضيع مش القدس مهمة برغم أنه الإسرائيلي قال تقسيم زماني ومكاني في فضائيات إعلام عربية أنا بقول لك أنه لم يعد مسكونا بهاجس القضية الفلسطينية الخبر الفلسطيني مش الخبر الأول بتدفع أموال وبدفع أموال بيترول وبدفع دولارات ومليارات وكذلك قضايا تانية لم تعد هلأ شو المطلوب؟ المطلوب الخطاب الفلسطيني قادر شوف منظم التحرير الفلسطينية بصراحة بالسبعينات كانت اتحادات الطلاب فاعلة على مستوى العالم اليوم مش موجود شان هيك إعادة مأسسة المؤسسة الفلسطينية الجاليات الفلسطينية في الخارج الجاليات قادرة والجاليات العربية كيف يمكن استثمارها تواقم سفرات أنا بقول دائما أنه نحن بحاجة إلى حرب شوارع دبلوماسية مع إسرائيل في كل جامعة وفي كل شارع في أوروبا وفي كل سوق وفي كل سوبر ماركت البضاعة الإسرائيلية وكلها يجب محاصرة وعزل إسرائيل ولدينا من الأصدقاء على مستوى العالم لكن هؤلاء الأصدقاء بحاجة لمن يدير هذه العملية تشابك تشبيك العلاقات معهم هذه إدارة قضية هذا على مستوى الخارج هذا مهم السفارات طبيعة السفارات وسأتحدث مع سيد أحمد عساف على المستوى الداخلي كيف يمكن أستاذ أكرم عطالله كيف يمكن الحفاظ على سلمية الهبة الشعبية واستمراريتها وتصعيدها على الأرض ولكن قبل أن أسمع الإجابة نتابع هذا التصريح لسيد الرئيس محمود عباس حول استمرارية الهبة الشعبية وتأكيد سيد الرئيس على سلميتها هذه الهبة سببها الأساس الاحتلال سببها الأساس القمع والظلم سببها الأساس الاعتداءات على الشعب الفلسطيني من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين هذه الهبة لم يدع أحد لها ولم ينادي بها أحد ولكنها نبعت من قلوب هؤلاء الشباب الذين رأوا كل شيء بأعينهم رأوا الظلم رأوا الاستيطان رأوا هجمات القطعان المستوطنين ولذلك قاموا بما قاموا نحن قلنا لكل الناس نريد هبة شعبية سلمية وهي كذلك وهي كذلك ولكن العدوان بالنار بالرصاص يأتي من الإسرائيليين فنحن نعاني الكثير الكثير ونقول للعالم نحن طلاب سلام نحن نريد السلام نحن نريدهم أولاً أن يخرجوا من الأقصى ونريد القطعان أن يبتعدوا عنها ونريد للاتفاقيات التي وقعوها ونقضوها أن تعود ونريد مفاوضات ليس من أجل المفاوضات للوصول إلى سلام على أساس حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وبدون ذلك لا نقبل إطلاق هذا الوضع قد يستمر وشعبنا بكل الألم متعود على هذه الحالة ولكنه بالنتيجة وبالحتمية سيصل إلى مبتغى سيد الرئيس في هذه التصريحات اللافتة بخصوص الهبة الشعبية وأن سبب هذه الهبة الظلم الواقع على أبناء شعبنا سيد أحمد عساف بالنظر وبالعودة واستناداً إلى ما تفضل به الأستاذ أكرم عطلة من ضرورة تحريك العالم وتحريك الجاليات والسفارات في كل الدول الأوروبية ودول العالم بشكل عام فلسطينياً وعلى الأرض من الداخل الفلسطيني هناك ضرورة لاستمرار هذه الهبة الشعبية وتصاعد وترتها في مختلف مناطق الضفة الغربية هل فتح تعمل من أجل ذلك؟ للحقيقة أنا أتفق مع الأخ أكرم ونحن نعمل على ذلك على الصعيد الميداني على الصعيد الأراضي الفلسطينية نحن نسعى إلى تطوير هذه الهبة وإلى تفعيل وإلى زيادة زخم المشاركة الشعبية في هذه الأحداث الجارية ومن أجل ذلك في إطار القوى الوطنية التي تجتمع بشكل أسبوعي في كل محافظات الوطن نكون حريصين على أكبر مشاركة في هذه الفعاليات يمكن لغاية الآن موصلناش للمستوى اللي بدنا إياه ومن أجل ذلك القل مدعو هذه قصة ليس بحاجة إلى عزوم هذا واجب وطني بحاجة إلى مشاركة الجميع فيما يجري من أحداث ومش فقط نطلع على الفضائيات ونحكي لا، ورجونا بدنا نشوف الفصائل بدنا نشوف المنظمات المجتمع المدني بدنا نشوف الطلاب كل فئات شعبنا إنها تشارك في هذه الأحداث من أجل ذلك نحن حريصين على أن تكون فعالية شعبية إيش معنات المقاومة الشعبية التي تتيح لكل فئات شعبنا المشاركة يعني هذا ما يميز المقاومة الشعبية اللي كانت بالانتفاضة الأولى المرأة، الطفل، الرجل، الكل بشارك هذا من جهة من جهة أخرى بصراحة نحن دائما ندعو ونسعى في حركة فتح من خلال أقاليمنا المنتشرة في العالم إلى مشاركة الجاليات والسفرات ولكن أيضا هذا بحاجة إلى تطوير وبحاجة إلى تفعيل يعني مستوى المشاركة في جاليات للحقيقة ناشطة وفاعلة ومؤثرة في المجتمعات الموجودة فيها يعني تريد الحديث أن حركة فتح حريصة على استمارية الهبة الشعبية نعم صحيح وتصاعد هذه الهبة في كل المناطق الفلسطينية في ذات الوقت هناك عمل دبلوماسي وقانوني من قبل القيادة الفلسطينية وتحديدا فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية وتم رفع على عديد ملفات لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق أبناء شعبين ولكن من الواضح سيد أحمد عساف أنه إسرائيل يعني مش فارقة على محكمة جنايات دولية ولا محكمة بطيخ دولية طب ليش من جنين اللي روحتنا على محكمة الجناية الدولية؟ ليش كل هالهجوم على الرئيس أبو مازن؟ ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت تمارس الإعدامات على الأرض اليوم في قلن دي 2 ما هو لغاية الآن همي يعني ما كان فيه تأثير مباشر لتوجهنا هذا موضوع مش سهل وبحاجة إلى وقت وإحنا ما كنا إلا صريحين مع شعبنا الفلسطيني وقلنا أنه النتائج بحاجة إلى بعض الوقت وعندما زال الرئيس أبو مازن قبل أسبوعين من الآن محكمة الجناية الدولية وأنا كنت برفقته واجتمع مع المدعي العامة لهذه المحكمة فاتو بن سودة كان كلام واضح بأن احنا قطعنا شوطا طويلا ولكن هذه الملفات لما احنا نتحدث عن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزي لما نتحدث عن ملف الاستيطان بكل تعقيداته وتفاصيله لما نتحدث عن الإعدامات الميدانية لما نتحدث عن هدم المنازل لما نتحدث عن حرق عائلة دوابشي هذه الخمس ملفات التي سلمت إلى محكمة الجناية الدولية ودعاهم الرئيس أبو مازن إلى التسريع في إنجاز هذه الملفات وإلى القدوم إلى الأرض الفلسطينية حتى يطلعوا على الجرائم الإسرائيلية على أرض الواقع وهم وعدوا بهذين الموضوعين هذا بحاجة أخي عيد إلى بعض الوقت ولكن ما نستهين في هذا الموضوع لماذا؟ لأن إسرائيل كل هذا الهجوم على الرئيس أبو مازن وكل هذه التهديدات وكل هذه الضغوطات كانت تهدف إلى عدم توجهه إلى محكمة الجناية الدولية إذن هي مزعوجة ومستاءة وأصيبت بحالة من الهستيريا لذا ذهبنا إلى محكمة الجناية الدولية وتسليمنا دعني أخذ رأيي سيد أكرم أستاذ أكرم أعطى الله الكاتب والمحيل السياسي تحديدا في هذه النقطة أستاذ أكرم أعطى الله هل ترى أن توجه القيادة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية ورفع عديد من القضايا والملفات لهذه المحكمة سيشكل رادعا لحكومة الاحتلال الإسرائيلية ولتوقف جرائمها بحق أبناء شعبنا أم أن إسرائيل فعليا غير آبها بكل التحركات مع محكمة الجنايات الدولية لا إسرائيل آبها تماما ولديها قلق كبير بهذا الموضوع وإلا لما كانت كل هذه التهديدات ونظر العقاب التي تقول شو إسرائيل في كل مرة يعني منذ عقود وهي ترتكب الجرائم طبعا أنها تخشى المحاكمة الدولية لا نرى أي تراجع عن الإعدامات الميدانية التي توثق حتى من خلال الكاميرات سيد أكرم عطلة هنا نريد تفسير طالما أنها تخشى المحاكمة الدولية استمرار جرائمها على الأرض لأن حتى اللحظة لا تصدق إسرائيل أنها دولة تحت القانون فتتصرف حتى اليوم حتى هذا اليوم باعتبارها دولة فوق القانون لا يتم محاكمتها وبكل أسف هناك أكثر من دولة برلمانها سحب الشكوى على إسرائيل مثل أسبانيا وبريطانيا وغيره وكان يجب أن تحاكم عندما يحاكم أنا أقول لك في اللحظة التي يحاكم فيها أول جنرال أو أول سياسي إسرائيلي أنا أعتقد إسرائيل ستصحو من وهم أنها دولة فوق القانون لكن حتى اللحظة بكل أسف لم تجد هناك محاكمات هذا يحتاج إلى عمل طويل بالتأكيد أي قاتل أي لص إذا تمت تغطيته من قبل نظام سياسي بالتأكيد هذا كيف يمكن ردعه سيستمر في ممارسة ما يمارسه بالتأكيد طب أستاذ أكرم عطالله في الاتجاه المقابل ما هي السيناريوهات المتوقعة من قبل الحكومة الإسرائيلية وقبل فترة وجيزة تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين يتنياهو بشكل واضح أنه لا يستبعد أن يقوم بخطوات أحادية في الضفة الغربية كما جرى عام 2005 عندما كان آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون في اليوم الثاني عاد تحت ضغط اليمين وتراجع عن تصريحات وقال المقصود بها خطوات أمنية ومع ذلك نبغي أخذ هذا التصريح بجدية كبيرة جدا علينا أن نقرأ الأمور بعقل أكثر رصين يعني الانسحاب من قطع غزة وخطة وضعها الأمن القومي الإسرائيلي وحولناها نحن إلى بانتصار واختتلنا على قطع غزة باعتباره غنيمة ولم نقرأ حتى اللحظة بموضوعية لماذا انسحبت إسرائيل من قطع غزة هذا يجري الحديث دائما عن 42% هذا الرقم يحفظ كل سياسي فلسطيني وكل من يتابع بالحالة السياسية حتى بإسرائيل فلسطيني خطة شارون 42% هذه المناطق التي بإمكان إسرائيل أن تلفظها ولا تريدها وهي منطقة الكثافة السكانية وتبقى المناطق غير الكثيفة بالسكان وبالتالي يمكن إسرائيل أن تتحملها نفتالي بنت عندما كان مديرا عاما لمجلس يشعل المستطنات أيضا تحدث بنفس السياق هذه ليست خطة نتنياهو ولا بنت ولا شارون رغم أنه نعدد مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين الذين تحدثوا بنفس السياق هذه خطة دائما في إسرائيل السياسة القومية يضعها مؤسسات الأمن القوم الإسرائيلي ثم يسير عليها من يأتي في الحكومة أنا أظن أن إسرائيل كل هذه المناورات كل هذا التخريب على المفاوضات لأنه أكثر كلمة ربما ترددت بالأونة الأخيرة في السنوات الأخيرة أن ليس هناك شريك فلسطيني رغم أنه الرئيس الفلسطيني أبو مازن بيصرخ ليل النهار بالأمم المتحدة حتى عندما يلتقي بالتحاد المرأة بيقول نحن جاهزون للسلام ونحن جاهزون ونمد أيدينا وكذا أمام مرأة من العالم كله بيطلع نتنيه بيقول فش شريك فلسطيني وينفعش أبو مازن يكون شريكا فلسطيني لماذا؟ لأنه إسرائيل تريد أن تستدرج الموضوع حتى يعني خطة 42% من الضفة الغربية لأنها تدرك أن ليس هناك فلسطيني يمكن أن يقبل بالتنازل أقل من مناطق ال67 هناك سقف حدده الرئيس الشهيد المرحوم ياسر عرفات لا يمكن لأي قائد فلسطيني إذن إسرائيل أدركت أن التفاوض بينها وبين أي فلسطيني هو سقف لا يمكن لإسرائيل وثمن لا يمكن لإسرائيل أن تدفعه إذن الخيار الأفضل خطة أحدية الجانب انسحاب تحت شعار أنه لا شريك فلسطيني وسنسمع ذلك يسبق خطة الانسحاب أحد الجانب لكن أنا أظن أنه هذا ينبغي ينبغي إجراء تقييم كبير للسياسة الفلسطينية واتخاذ خطوات وقائية قبل أن يحدث هذا نقطة في غاية الأهمية تطرق لها الأستاذ أكرم معطل الله أن إسرائيل ربما ستنسحب من الضفة الغربية تحت ذريعة أنه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام هل القيادة الفلسطينية تدرك هذا الأمر وكيف ستتعامل مع هذا إذا ما تم في الفترة المقبلة سيد أحمد أسر نحن حذرنا دائما من ما يسمى بعادة تموضع الاحتلال وهذه الخطة الإسرائيلية لتكرار ما جرى في قطاع غزة ولكن هذا لا يغير من واقع الاحتلال الإسرائيلي نحن عندما ذهبنا إلى الأمم المتحدة وكان الرئيس أبو مازن مصر على انتزاع عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على خط الرابع من حزران لعام 67 حتى نقطع الطريق على إسرائيل وعلى مخططات إسرائيل وعلى أهداف إسرائيل وعلى استيطان إسرائيل بأن هذه أراضي متنازع عليها وبالتالي نحن الآن أخي عايد ومشاهدين الأعزاء العالم الأمم المتحدة يعترف بنا كدولة على حدود الرابع من حزران لعام 67 خاضعة على الاحتلال وبالتالي إذا إسرائيل استوطنت حاولت تهويد مدينة القدس سعت إلى انسحاب أحادي من المناطق التي بها كثافة سكانية واستولت على الأراضي الفارقة كما تسعى إسرائيل إلى أن تفعل ذلك نحن فلسطينيا سنقاوم هذا المخطط سنسعى إلى إفشاله والعالم أيضا لن يتعاطى معه لأن العالم يعني فيه قرار منه ولكن العالم لن يثبت حق الشعب الفلسطيني بدولة فلسطينية على حدود عام 67 لا أحد يقلل سيد أحمد عساف من أهمية الجهد الدولي والقرار الذي انتزع من الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن في الاتجاه الآخر هناك من يرى أن هذا العالم والأمم المتحدة وكل هيئات الأمم المتحدة لن تستطيع تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني إلا إذا تم اتخاذ قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع وهذا مستبعد أتفق معك لأننا نصطدم دائما بالفيتر الأمريكي ولكن أهمية القرار الذي انتزعناه بالعام 2012 أهمية القرار أننا لسنا دولة وفقط نحن دولة على حدود الرابع من حزيران لعام 67 هذا كان أهمية القرار ومين صوت لألنا 138 دولة والذي صوت ضد القرار 9 دول منها إسرائيل والولايات المتحدة وعدد من الجزر لا أحد يعلم أين تقع وبالتالي العالم أجمع صوت لصالحنا وبالتالي هذه الخطة الإسرائيلية لن تجد لها أي فلسطيني يعترف بها أو يتعاطى معها وستقاوم بكل السبل؟ 100% هي جزء من الاحتلال وبالتالي نحن زي ما نقاوم الاحتلال الآن نتصدّله من خلال هذه المقاومة التي نمارسها سنتصدّى أيضا لهذه الخطة الإسرائيلية وعربيا وإسلاميا ودوليا لا أحد في العالم سيتعاطى مع هذا المخطط الإسرائيلي اللي نسميه احتلال بطريقة أو بشكل جديد إعادة تموضع للاحتلال الإسرائيلي أستاذ أكرم معطلّة باختصار كيف تقرأ معالم المرحلة المقبلة في ظل المتغيرات والتطورات التي شهدتها باريس وبيروت كيف تقرأ المشهد فلسطينيا في إطار هذا الصراع بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي وباختصار لو تكررت يعني واضح أنه العالم سينشغل الملف الفلسطيني ليس أولوية قمة العشرين الاقتصادية التي عقدت اليوم تناقش اقتصاد اليوم لن تناقش سوى بند الإرهاب العالم مصاب بالفزح حقيقة والعالم العربي أيضا مقسم وأولويته ليس الأولوية الفلسطينية أنا لا أعتقد أنه هناك ما يدعو كثيرا للتفاؤل خلال المرحلة القادمة وهذا ربما يأتي على حساب الفعل الفلسطيني والانتفاضة الفلسطينية هذا لا يعني أنها استوقف بالعكس يجب على الفلسطيني أن يستمر بهذه الانتفاضة حتى يعيد إرغام العالم على أن هناك أولوية اسمها الأولوية الفلسطينية هذا مهم ومع ذلك ربما أن يكون هذا فرصة كبيرة جدا لأن يعيد الفلسطيني النظر في كثير من القضايا الداخلية المجلس الوطني المؤتمر العام لحركة فتح إعادة تصليب المؤسسة إعادة إجراء مجموعة المصالحات التي انتظرها الفلسطيني وبتحديد هنا في قطاع غزة لأنه قطاع غزة المغلق والمعلق أصبح بمصالحة بين كل القوى الفلسطينية وبالتالي إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وهما بدأوا الرئيس الفلسطيني قبل شهرين بالمجلس الوطني وغيره وقيل أن الأمور ستستكمل أنا بظن أن تستغل هذه الفترة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني سيكون الفلسطيني جاهزاً عندما تهدأ بعض الرياح على المستوى الدولي جاهزاً للانطلاق نحو مشروع ومشروع الاستقلال هل سوف تستغل هذه الفترة؟ شوف برغم من قتامة الصورة برغم من صعوبة الأحداث برغم من هذه الجرائم والإعدامات والقتل الإسرائيلي إلا أن شعبنا صامد وشعبنا مصر على الحرية والاستقلال وشعبنا بتصدى لهذا الاحتلال الإسرائيلي برغم من أن هذه الأحداث الدولية اللي بتصير والانشغالات العربية إلا أن عدد من الشبان اللي قرروا أن يضعوا القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال العالم ونجحنا في ذلك أخي عيد برغم من كل ما يجري في المنطقة لا أحد يستطيع أن يتجاهل قضية الفلسطينية ولن يستطيع أحد أن يتجاهل قضية الفلسطينية وأننا شعب بحاجة أو شعب أصر وقرر انتزاع الحرية والاستقلال وبالتالي برغم من كل ما يجري نحن مواصلون كفاحنا ونضالنا حتى الحرية والاستقلال سيد أحمد عساف المتحدث باسمي حركة فتح شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وشكر لضيفي من غزة الأستاذ أكرم عطلة الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا على هذه المشاركة ودائما شكر لحضراتكم المشاهدين الكرام على حسن المتابعة هذه تحية طاقم العمل وكان معي في التنصيق والمتابعة الزميل هيثم عقل وفي الإخراج الزميل يوسف عادي دائما تحياتي لكم أنا عايد أوم إلى اللقاء موسيقى